أهلي وإستن كامبني بعد غياب عودة مرة تانية للدوري ورغم الغيابات خلييني أقول أن المتش النهاردة يعني أعرف طبعاً أن الجماعين هذه الأهلي متشوقة طبعاً تشوف رقيتها مرة تانية وقال أنا شوية من غياب عدد كبير جداً من اللعبين سواء كانوا موجودين مع منتخباتهم في يعني المشاركة الدولية للمتخبات في الفترة الأخيرة أو كانوا طبعاً يعني غايبين بسبب الإصابات لكن الحقيقة اللي يطمن شوية في متش النهاردة هي الظروف المحيطة أكتر برحيل مستر بيتشو موسيماني ليه أقول كده؟ لأنه ده بتهيق لي خلق دوافع جديدة على أكتر من مستوى هي مباراة الدوافع والفرص من وجهة نظري دوافع عند جهاز فني بيأخده سامي أمصان اللي بالتأكيد جداً شايف في مباراة النهاردة والمتشاط اللي جاية كمان فرصة كبيرة جداً عشان يقول أنه موجود وأنه ما كانش رجل الظل في عهد مستر بيتشو موسيماني لكن كان ليه دور وكان ليه فاعل والحقيقة سامي أمصان بعيداً عن مشواره مع بيتشو موسيماني ناس كتير جداً متفق على إن واحد من المواهب الواعدة يعني في عالم التدريب في مصر فبيأخد النهاردة وفي اللي جاية كمان فرصة كبيرة جداً محتاج يثبت إن هو قدها محتاج يثبت كفاءته وجدارته بتولي مهام الرجل الأول في النادي الأهلي حتى ولو كان ده بيحصل بشكل مؤقت النقطة التانية هي اللعيبة أنا بشوف كتير من الأسماء اللي غابت عن المشهد لأسباب كتير ما فيش داعي نحن نخوض فيها دلوقتي لكن فيه لعيبة كتير جداً ما عندناش شك كجمهور في إمكانياتهم ولا في قدراتهم غابوا لأسباب كتير جداً والد كان عن عدم اقتناع من مستر بيتشو موسيماني أو عن خوف أنه مستر بيتشو موسيماني في وقت من الأوقات ممكن يكون بيتفحهم في توقيت مش مناسب يحرقهم أو يقلل من فرصهم أو عن عدم قناعة بقدراتهم ماشي برضو ممكن تسميها كده أو طبعاً لأنه في منهم كتير كانوا غابوا لفترات طويلة بسبب الإصابة فبالتالي قدرتهم على أنه يرجعوا أو يستعيدوا فرمتهم وليقتهم مرة تانية ومستوهم العالي ممكن كانت تحتاج شوية وقت ممكن كانت تحتاج مساحة أكبر من المشاركة وده ما كانش متوفر في أوقات كتيرة جداً ففرصة أنه نقول من أول وجديد إحنا هو ده بالنسبة لعدد كبير جداً من لعابة النادي الأهلي والأهم كمان من ده بكلم عن التيم ككل بقى جهاز ولعبين أنك أنت رايح بعد المباراة دي لمباراة ديربي مباراة زمالك فمحتاج حاجتين مهمين جداً واحد تطمن جمهورك وتقول أنه إحنا جاهزين حتى لو عدينا بشوية مطباط سواء في الدوري أو في الدوري أبطال أفريقيا أو في الدوري العامي يعني الدوري في مصر فحتى لو المطباط دي إحنا عدينا بيها قادرين نلم بسرعة ونراجع حساباتنا ونقف على رجلنا بسرعة جداً لأنك كمان مش محتاج تروح مطش الزمالك وأنت معنوياً يعني مش في أحسن حالاتك مطش النهاردة ما كسبوا المعنوية بالإضافة طبعاً للتلت قتل في منتلها مية لكن معنوياً مهم جداً أنك أنت مش بس تكسب لكن كمان تقدم عرض يعني محترم يطمنك كفريق ويطمن جماهيرك قبل ما تروح لمطش الزمالك في صراع القمة لأنه الأهلي الحقيقة لو قدر أنه يكسب مؤجلاته يضمن أن يكون في الصدارة بشكل يعني مرتاح إلى حد كبير يعني ما فيش حاجة طبعاً محسومة إلا مع نهاية الدور الثاني لكن في النهاية على أقل تستعيد صدارة الجدول مرة تانية وده في حد ذاته يسبب ضغط على المنافسين حياة